من قرى مركز الصف وتلقى فيها تعليمه إلى المرحلة الثانوية ثم حصل على لسانس من كلية الحقوق جامعة القاهرة وشق طريقه في ممارسة مهنة المحامة إلى أن أصبح مستشاراً قانونياً لعدة شركات ومحامياً دولياً من أبرز مواقفه هو الاهتمام بالشأن النقابي والتصدي لمشاكل النقابة ثم خرج من الشأن النقابي إلى عموم الشعب المصري كما عهدناه دائماً صاحب الرأي والموقف الأستاذ أشرف الرفاعي المحامي بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا والملقب أسد المحامة اليوم نراه يصلط الضوء على مشكلة جديدة تهم عامة الشعب المصري وهي أقود البيان العقارية وشركة الاستثمار العقاري أعزائي المشاهدين طبطم وطابط أوقاتكم بكل الخير وأهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن في البداية طبعاً برحب بزميلتي اللي هي تلميزة برنامج همسة مواطن أنا النهاردة بقدم لكم نموذج لإعلامية صاعدة إن شاء الله تدربت معانا في برنامج همسة مواطن منت الله أشرف خريجي كلية إعلام وبتحضر ماجستير حبينا النهاردة نديها إن شاء الله مساحة معانا وتكون نموذج مشرف لبرنامج همسة مواطن أهلاً بيك يا منا أهلاً بيك أستاذ أشرف أنا سعيدة جداً بتواجدي معكم النهاردة برنامج همسة مواطن من البرامج اللي أنا قدمت له عدة تقارير وكنت سعيدة جداً جداً بالتواجد فيه معاكم ويشرفني جداً أنا أكون مع حضرتك النهاردة أهلاً بيك ومعانا النهاردة من الأستاذ المحامي أشرف الرفاعي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا أهلاً بيك أستاذ أشرف أهلاً وسهلاً النهاردة نتكلم عن شركات الإعقارية وعقود البيع العقاري دعيني منا أرحب أيضاً بضيفي وضيفي برنامج همسة مواطن معالي المستشار أشرف الرفاعي أهلاً بحضرتك معانا النهاردة طبعاً في ظل المتغيرات الحديثة وحاجة المواطن لسكن وطبعاً إحنا أرينا عن مبادرة سيادتك برفع دعوة خاصة بإلزام إصدار تشريعات لحماية مشتري العقاري نعم أهلاً وسهلاً أشرف بيه كل صاحبين طيبين أهلاً أستاذة منا أنا طبعاً سعيد بلقاءاتي المتكررة على القناة الصحة والجمال وإحنا نقشنا قبل كده حاجات كانت قوية جداً ومهمة جداً بالنسبة للشعب المصري وده ما يهمنا يعني مبدئياً أعرف المحاماة بأنها رسالة المحاماة رسالة مش المحاماة هي مهنة دفاع عن متهمين وخلاص لا مهنة هي رسالة للدفاع عن الحق وهي مهنة العظماء يعني المحاماة هي مهنة العظماء تمام ولذلك نقبت المحامين أطلقوا عليها قلعة الحريات ليه؟ كان يلوز بها كل مظلوم حتى يحصل على حقه لأنه هي النقابة اللي بتدافع عن كل ولذلك هي النقابة الوحيدة الملزمة بالدفاع عن المتهمين الذي ليس له محامي يعني واحد ما مش قادر يجيب محامي الدقابة المحامين ملتزمة بأنها توفر له محامي فمهنة المحاماة هي مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات وليست مهنة الدفاع عن المؤكد وجميع القوانين والتشريعات طبعا بتراجع من خلال أساتذة المحاماة وأساتذة القانون تمام ولذلك حتى كنا دايما نقول أن بعد الثورة لابد أن تتغير قوانين تشكيل مجلس النواب إلى زيادة عدد القانونيين فيه لأننا في فترة تغيير تشريعات كاملة الدستور عندما يتغير الدستور هو القانون الأب الذي تخرج منه كل القوانين العقوبات والمدني والبحري والتجاري وكله فبالتالي إذا تغير الدستور لابد أن تتغير كل التشريعات فتحتاج مجهود أكبر من رجال القانون لمراجعة وإصدار هذه التشريعات وهذا ما رأيناه في المجلس الحالي يعني يشكل مجلوعة المحامين المجلوعة الكبيرة داخل عنوقة مجلس النواب طيب نيجي نيجي نتكلم عن الفترة حالية وطبعا حاجة المواطن الطبيعية منذ قديم الأزل إلى نهاية النهاية فيها السكن حتى القدماء قالوا أربع حطان أيوة طبعا بل ساعة أكيانا نتكلم عن الأربع حطان والسكن والمأوى فالسكن والمأوى شيء هام لكل مواطن كالماء والغذاء والهواء فبالتالي يشكل شيء مهم جدا في حياته فلابد من حمايته مما يستوجب غضبه أو يستوجب النصب عليه وخلاله في خلال الفترة اللي فاتت احنا الأول بنشيد هنا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بما أعلن عنه منذ حوالي 15 يوم الذي نادينا به من شهور طويلة وهو أنه لا يسمح وعلى الإعلان إعلان أنه لا يجوز وهذا سيصدر في قرار جمهوري لا يجوز التعاقد على بيع العقار إلا بعد إتمام 30% من العقار فنحن نشكر الرئيس على هذه اللفتة وهذا القرار لأنه لحماية المستهلك في النهاية ولحماية المواطن المصري لأني في الآونة الماضية كلها والحالية نشب الناس أو نشع الناس والمستثمرين العقاريين على بيع العقار قبل حفنة طراب واحدة من المبنى بيع العقار كاملا أنت تشتري هواء أنت تشتري شقة ليست لها وجود ودفحت ذاته شرعا حرام أصلا طيب ده يدعني أسر حضرتك سواء طيب أنت المواطن اللي يشتري ساكن يقبل على الشراء من هذه الشركة جميل هذا ما نتكلم فيه وسوف نتكلم فيه وقرار الرئيس الضمورية قرار الرئيس الضمورية كان أولا هناك قانون يحكم موضوع حماية المستهلك اللي هو القانون 181 لساة 2018 وهو قانون المستهلك حماية المستهلك الذي نصف في مادتي من 15 ل20 على موادة هامة جدا منها المادة 15 التي تقول لا يجوز التعاقد على بيع الوحدات السكنية أو الأراضي أو المحلات أو غيرها إلا بعد الحصول على ترخيص البناء هذا شيء جميل جدا ليه؟ أنت من الممكن أن تبيع شقة الآن مساحتها 150 متر لكن لا توافق لك على الرسومات المقدمة منك إلى الجهاز ويتعدى للرسومات والتصميمات فتصبح الشقة بدل 150-130 من يعيد لك حقوقك لا استعادة للحقوق ما قبضى لا يستعاد طيب وهل ما فيش في التعاقد ما بين المواطن والشرك بنود تحمي المواطن في حالة التلاعب بالمساقات هنقول يا فنان القانون لم يتضمن عقوبات على من خالف قانون حماية المستهلك يعني مادة 15 قالتين لا يجوز ولم تقل ويعاقب بالحبس أو بالسجن كل من خالف كذا 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 وخبت بل ساعتك زي مثلا ما تيجي المادة 336 من قانون العقوبات كل من استولى على أموال كذا 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 يعاقب بكذا اللي هي المادة اللي دايما بنالجها لعلاج هذه القضية يعني ما تحصل شركة أنا لدي كثير من الشركات دون ذكر الأسماء إذن هذا يستجود بتشريع نعم نعم تشريع الزامي في عقوبة جنائية عندما نحن تعودنا منذ قديم الأزل أن الناس ترتضع ما يأتي بالسلطان لا يأتيه القرآن يعني إذا أعدت تطير على ناس قرآن 3-4 ليالي ممكن لا يرتضع لكن بالسلطان أي بالصوت أو بالعقاب في دقيقة يكون كل شيء كما قال المثل البلدي زمان قال إيه اضرب المربوط يخاف السهايب يعني يا فندم أنت الآن هتقوم بعملية نصب على المستهلك صحيح مستهلك هذه السلعة اللي هي السكب إن لم يكن هناك عقوبة إن لم تخشى العقوبة يعني إن لم تخشى العقوبة ده في مشكلة تانية بتواجهنا أن كثير من هذه الأمور التي فيها النصب العقاري بعض وكلاء النيابة يكيفها على أنها مناسعة مدنية يعني إيه إحنا بنرجع أما تكون الشركة مثلا قبضت الأموال ولم تسلم الوحدة المتعقد عليها دي بنسميها إيه يا فندم؟ نسميها نصب لأن المادة تلت بيس لو تلتين انتخبت لني فلوس بأن أوهمهم بمشروع وهمي للاستلاء على كل أموالية أو بعضها وخبال ساعدتك أوهمهم بمشروع وهمي يعني أنت قلت لي تعال يا أشرف هعمل لك مشروع برج وسلمه لك بـ 2 مليون جنيه والبرج يتكلم في 100 مليون جنيه وأوهمتني وخلتني أغرتني فديتك لـ 2 مليون جنيه ثم مفيش بح المشروع هذا هو الإيهام الذي يعاقب عليه من مادة 336 اللي هو يعتبر مادة النصب بالاستلاء على أموال الغير كلها أو بعضها طيب القانون حماية المستهلكة الذي نوحته عنه الآن في المادة 15 اللي هو القانون 181 لسنة 2018 قال إيه؟ لا يجوز التعاقد على بعيد وحدات السكنية أو الأراضي إلا بعد الحصول على الترخيص لكنه لم يضع عقوبة لمن خالف ذلك وفيها مشكلة تانية أن جهاز حماية المستهلك نظرا لأن التشريع يقول لا يجوز فإن عرضت عليه قضية تم التعاقد على هذه الوحدة سابقا على تاريخ حصول الترخيص فإنه يقول أن العقد لا يرتب حقوق ولا التزامات بمصيبة إذا أنت هتعمل عقد إذا أنت كشركة عقارية هتعمل عقد وأنا كمشتري منك هعمل عقد لن يرتب حقوق والالتزامات بمها فائدة العقد لا فائدة هناك مشكلة أخرى هناك مشكلة أخرى أن المستثمرين العقاريين رغم أنه رغم أن المشتري من المفترض أن يكون هو اليد العليا لأن الشركة العقارية هي من تتربح تتربح من هذا العمل والبيع للمواطن المصري البسيط أيها طبعا أكيد إلا أن الشركة الشركات العقارية كلها نظمت لها عقود نظمها فاسدون اللي هي عقود إزعاد من المشتري للباقة يعني أنا هشتري منك واتفع لك فلوس وانت سيدي يعني ده في شروط لو سمعتها تشيبوا لها الولداء طيب إحنا معانا اتصالات كتير جدا لما سموا حضرتك فنقود معانا الأستاذ علاء أهلا مساقين أستاذ علاء ساقين أستاذ عشر الله يبارك لك أستاذ عشر وثنين فينا نحن أشرفين أول عشر فيه أستاذ عشر وثنين في أستاذ أستاذ الله يبارك لك أستاذ علاء الله يبارك لك أتفضل أتفضل يا أستاذ أتفضل أستاذ علاء أنا كنت عاجزة عمل تفضل بس بس بشأن التفضلات العقارية في التوقيت فيه في البيع أتفضل يا فندي ما أتفضل حضرتك إترح اللي أنت عايز ربنا غليه حدث لأن بمثل ببيع دقوات مش كبيرة جدا عامل معاه لأنه هو يريد حضرتك تقب في حتة فئة شبكة لو سباح أه ستنشوالي حررت التوقيت التوقيت في البيع ألو أعلم التوقيت في البيع بالنسبة للتوقيت نظم لألوم مش معروف دلوقتي التوقيت بإداء يعتبر عقل بيع نائي ولا عقل بيع الزائقي ولا تتعمل جاي معاه تمام تمام التوقيت بالبيع لو حد عامل التوقيت الذي أقوم بيعه فتعة الأرض وهو مسافر في الخدج أو موجوده محافظة أخرى أو ما أشابه بذلك يمكن أن يستوى تأخذ هذا المحافظة على هدى التوقيت ويجعله كثيراً وهذا يستوى المحتاوم تحكم بعد الجواج وذلك التوقيت لكن في الفترة الأكيرة صدر حكم رائع من المحافظة لا في سنة واحدة اللي بيجيز إلغاء التوصيل بالبيع للنفس بغير تمام إحنا بش الدولة المشتفة الكتير بالبيع بيناك كتير تستخدمه لبيع الدولة ما بتفتطبش من خلال البيع على متحققتها لا أستاذ أستاذ علاء الجملتين الأخرين مسمعناش حاجة منهم الشبكة يا فاند بقى في مكان شبكة في شبكة المكان عندك حضرتك الدولة لها حق في المبيع نعم والتوقيت بالبيع ما بتكيش الدولة الحق ده انها تتخذوا نعم الدولة تتخذ حقها في الدريبة العطارية من العقود المشهرة دريبة التصرفات العقرية وبالتالي التوكيل مش مشهر التوكيل موصل بس نعم وممكن يتعمل أكثر من بيع والأولى ما تحصلش على حقها بند نعم ودي مشكلة كبيرة حتى يعني حتى عمل عفض بيع لشخص معين ممكن يرجع فيه لهي سبب أما التوكيل للبيع ما إباش بالحكم كلها بترفض رجوع في التوكيل للبيع ودي مشكلة كبيرة نعم طيب طيب بشكر حضرتك أستاذ علاء ورسالتك وسؤالك وصلوه هيجاوب عليهم إن شاء الله مع المستشار بشكرك أستاذ علاء خميس ونرجع لحضرتك تانية أستاذ علاء أولى نوع التوكيل ليس إجراء بيع بحد ذاته ولا ينقل الملكية ولا يرتب أي حقوق إلا لصاحب التوكيل اللي هو الوكيل من إجراء تصرف معين تمام فلا يمكن التعويل عليه في حساب ضريبة التصرفات العقرية مطلقة موضوع التوكيل مر بمراحل عديدة مر بمرحلة التوكيل أما بيجي حد يعمل توكيل لحد ببيع عقر إذا كان هذا المشتري أو الوكيل هو المشتري الأصلي الفعلي ولكن نظرا لظروف ديء الوقت أو خلافه لعدم إحداث التسجيل في وقتها فبيعمل له توكيل بأنه يبيع لنفسه ويسجل ويعمل كل شيء مظبوط بيعمل توكيل للوكيل أنه يبيع لنفسه أو للغير ويسجل ويعمل كل شيء طيب هذا التوكيل غالبا أو دائما ما ينص فيه على أنه ليس للموكلي حق إلغاء هذا التوكيل منفردا ولا بد لإلغاء هذا التوكيل أن يحضر الطرفين لدى الشهر العقاري لإلغاء التوكيل طيب ودى شرط جميل جدا شرط جميل جدا لكن مر هذا الشرط بالكثير من الجدل على مستويات الكتب الصادرة من وزارة العدل بتعليمات معينة فقد صدر سابقا أن التوكيل المكتوب فيه أنه توكيل للبيع للنفس للنفس وللغير وللغير بس للنفس لشخص الوكيل لا يمكن إلغاءه حتى لو صدر فيه أنه يمكن إلغاءه لا يمكن إلغاءه لأنه بيع فيه فيه جواز بالبيع للنفس ثم صدر حكم وحكمة نقضة يبدو أن طبعا الحلاء طبعا وموضوع الحلاء شيق ويخص بس كتير هو صحيح فإحنا هناخد اتصال تفضل ألو سيد محمد مساء الخير يا فندم سيد فلد سيد أشرف وأنا آسف على ذلك ده أولا لا تفضل يا فندم تفضل ربنا خليك سيد أشرف بن رفاعد سيد المستشار ممكن فوالدة بعد ذلك ما عليك تفضل يا فندم ربنا خليك يا فندم أنا دلوقتي كنت في أيام الثورة في حد كان مواخد شقة من شقة الحكومية تمام تفضل معي يا فندم نعم سمع يا فندم ربنا أراد أن انا اشتريت الشقة دية من الشخص دوت وشار العقار الدني يعني تسجل والجهاز بتاع المدينة تسجل والشقة دي بتاعته وهي أصلا مش بتاعته والنهار دا أنا 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 في أي وقت ما ترد في الشارع أعمل إيه إيه اللي ادهولك إيه اللي ادهولك الشهر العقاري ما يفيد إنه سجلك الشقة دي باسمك هل عملت شهر في الشهر العقاري وعملت دعوة صحة ونفاذ ولا سجلك إزاي ولا عملت إيه بالظبط سجلي العقد اللي معي خلاص يا فندم ارجع الشهر العقاري بدعوة لأني دي فيها غش وتدليس من الشهر العقاري ذاته إذا كان ما تقوله هو الذي تم بالظبط شكرا يا فندم شكرا يا فندم طيب نرجع لموضوع العقود شركات الاستثمار والتطوير العقاري وعقود الإجحاف والإزعان السارية في المجتمع الآن الآن أصبحت الشركات تبيع كامل المبنى قبل التخطيط له مجرد ما قال حتة الأرض دي أنا اشتريتها وهابني برج 30 دور يبتدي بيا لدرجة أن لدينا بعض الشركات التي رفعنا عليها دعاوة لصالح الموكلين بدون ذكر أسماء قد باعت شققا في أدوار لم ترقص لها الدولة ببناء هذه الأدوار يعني باع مثلا أنها ابني 12 دور الدولة لم ترقص لها إلا ب6 أدوار أصبح كده أنا اشتريت شقة مخالفة 14 شقة ب60 مستالك 60 مشتري ما لهم شبكات من هنا ولكسرة القضايا في المحاكمة ولكسرة الشكوى لرئيس الجمهورية ولكسرة الشكاوى للجهات المسؤولة أصدر الرئيس الجمهورية قرارا الذي سنتكلم فيه بعد قليل اللي هو عدم بيع عدم بجواز بيع أي وحدة إلا بعد تمام 30% من هذا العقار وده الموضوع ده موضوع حضرتك خلاني برضو يعني نسترجع لحاجة تاني موضوع إن أنا بابني 12 دور وبرخص 6 دور وأجي بعد كده بيع عقار وأخلع أنا كصاحب شركة أو مستثمر وأجي أو أفاجأ أنا اللي شاري لوحدة الأقارية إنه مطلوب منك تتصالح مطلوب منك تتصالح مطلوب منك تتصالح على مساحة مثلا 150 متر مبلغ وقدر إذن أنا شاري بسعر السوق وأفاجأ نفسي إن أنا مطالب بتصالح هل حضرتك هناك قانون أو المفترض إنه يصدر قانون بحماية المستهلك في حالة إنه لم يتم الترخيص مثلا على 6 دور وهناك 12 دور وتم التنعب المواطن وأصبح المواطن من هنا المطالب بدافع مستحقات الدولة هذا الموضوع هو موضوع دعواية المزمع رفعها اللي حضرتك نواهت عنها في البداية أنا دعواي بتنقسم لقسمين أو ثلاث أقسام الأول يا فندم في جزئية لازم ننوع عنها أخرى هي ظلم الظلمات وربنا سبحانه وتعالى في حديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا أنا الآن لو بعت للأستاذ أشرف هذه النظارة ولم أسلمها لك هل هذا بيع حلال؟ لا طبعا ليس بيع نحلال؟ وفي حديث حلال يقول العقد شريعة المتعاقدين لا دا 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 قعدة أما الحديث بيقول ما اتفق عليه المسلمان فهو واجب طبعا والبيعان بالخيار ما لم يتفرق اتفقنا على حاجة يبقى واجب على الطرفين ان هما ينحفزوا الاتفاق إذا أنا معليك محل بيع بدل وبعت المعليك بدل هل يجوز ان انا اديك الجاكت وقولك ان البنطلون دا خدمات عامة مش هسلمه لك؟ طبعا معنا نقضي اتصاد فاضي يا ف salute علوهم مسائل خير اهلا معليك الفندم اهلا وسهلا بك يا فندم نهلا من ней بعد إذن حضرتك بممكن فس السؤال؟ تحت 어린 سؤال من المستشورة حق الانتفاع يا فندم انا باشتيلي شقة أو، ما لاذا رسسطة في الارض وحق الانتفاع ملك الحق التصاع بست فهذا قانوني ولا مش قانوني ولا الآرض ممكن شقة تعتد منه بعد كده، لنعيش افقما بس بعد إذن حضرتك شكرا يا فاندي ما هنجاوب هو حق الانتفاع شيء واللي بتتكلمي عنه شيء تاني حق الانتفاع أنا بشتري شقة بالانتفاع لمدة 20 سنة 30 سنة بعد 20 أو 30 سنة من قضاء المدة المتعقد عليها في الانتفاع ينتهي العقد ويطلع بره لكن حق الشراء اللي انت بتتكلمي عنه التاني أو البيع بعدم المشرقة في أرض البناء ده موضوع التاني انت بتشتري الشقة ما دام العقاره قائما طول ما يفعل عمدانه انت مالكه ودي كرسة ليه؟ لأنه لو حدث أمر ما أدى إلى خلل بالمبنى وأدى إلى صدور قرار بالإزالة ما لكيش حاجة في المبنى أنت بر وعشانك يا فن نصيحة عامة لكل الشعب المصري لا تتعاقدوا على الشقق مباشرة مع الشركات لابد أن يكون معك محاميا ومحاميا أمينا ليس أي محامي لابد أن يكون محاميا أمينا تأمنوا حتى يضع لك شروطك لأن يا فنب أنا شخصيا محاميا عندما أردت أن أتعاقد على بعض الأمور دون ذكر أسمائها وجدت شروطا مكحفة شروطا تؤدي إلى سجن المتعاقد يا فنب هرجع تاني لأنني أنا كنت عايز أتكلم عنه أنا أتكلم على دعوتي أنها تتطمن عدة أجزاء أول جزء اللي قلت لك أني لا يجوز أنك تشترش البدلة فتأقذ الجاكت وقول لك البنطلوم بنفع عام هذا ما يحدث الآن في البيع العقار في مصر يقول لك إيه أنت بتشتري شقة متين متر متين متر في الورق ويحسب عليك متين متر وتدفع تمن متين متر يعني المتر مع عشر تلاف يحسب لك في متين متر يبقى اتنين مليون تدفع اتنين مليون تيجي تيس الشقة تلقى مئة واربعين متر الله يا جماعة يا جماعة مئة واربعين لك لا 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 يا بابا أنت عليك تلاتين في المئة تحمل خدماته هذا ظلم الظلم يا فندم طب ايه نوع الخدمات هو بقى بيقول لك إيه بيقول لك إيه أنا اشتريت الأرض ألف متر وأن جهاز المدينة فرض عليها البناء على ستين في المئة أو خمسين في المئة فبالتالي لازم حملك الأرض دي الضيعة أنا أرد عليه كما رضيت على هذه الشركات أنت أنت هذه المساحة التي خصصت للخدمات هناك الكثير من المشاكل عليها إزاي أن تحمل قيمة هذه الأرض على بيع المتر حمل قيمة هذه الأرض على بيع المتر أما أنك تحمل على كل شقة تلاتين في المئة من مساحتها تلاتين في المئة من مساحتها عشان أنت سبوك خمسين في المئة من الأرض يعني أنت لو عندك الأرض ألف متر لحظة الموضوع ده مهم جدا ألف متر عملت خدمات خمسين متر هتحمل كل شقة تلاتين في المئة يعني كل دور تلاتين في المئة الخمسين يتحمل تلاتين في المئة يعني كل دور يتحمل كام؟ مية وخمسين متر في عشرين دور تلات تلاف متر إذا كنت إنت اللي سبتو خدمات عامة همس ومئة يبقى تاخد قيمة تلات تلاف إزاي عز أزور ده رقم واحد لا رقم اتنين طيب ما عليش هنرجع تاني الحلق يبدو اللي سبصرات كتيرة بادر بادر ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بحييكم والله بحيي جاد من الفشار وضيوفكم بريق عداد المحترم بالفقرات الزات والله الله يبارك فيك بحييكم واللوكسر والله ربنا يبارك فيكم خلاة صحة وجمال الله يبارك فيكم يا فريق فريق العداد المحترم كله بالكامل الله يبارك فيك يا فندي كنت عدد زاد من الفشار ممكن رقص دكام بجاء له عدم كلها من عين لعين يا جوز هو طبعا ده مش موضوعنا بس يا جوز بس لازم بالرجوع لجهة اصدار الرقصة نفسها لانه اللي لازم تعاين وتوافع لاني لابد ان تعاين المحل الجديد وانه ينطبق عليه شروط ملح الترخيص طيب اكمل ولا عندك سؤال شكرا على التصالة يا فريق طيب احنا قلنا احنا قلنا انت خدت 3000 متر مقابل 500 متر سبتهم خدمات عامة طب نيجي نتكلم 3000 متر انت بتخدتهم بقيمة سعر المتر المباع يعني متر الارض ممكن يكون بألف جنيه لكن المتر المسطح في المبنى في البرج ببيعه 20 ألف جنيه يبقى انت خدت 20 ألف في 20 دور ب400 ألف جنيه مقابل انك سبت 500 متر في 1500 ألف جنيه على من تضحك على من تستغل المواطن البسيط هذا ظلم طب نيجي النقطة تانية فهو انت سبت ال500 متر دول الواجهة لها لا لا انت لم تفعل ذلك ليه يا فندم لانه ال500 متر دول فرضت عليك الدولة ان تعملهم خدمات عامة زي حضيق مثلا يعني بتبني مثلا واخد 1000 متر تبني خمسمية أو ستمية أو خمسة وخمسين في المية أو ستين في المية أو كلام زي كده والباقي بتعمل الفندم سيبوا حضائق حضائق خدمة للايه وردود خدمة للايه للمبنى انت بتيجي تبيعه تاني بتبيع الخمسمية متر دول مع الدور الأرضي كحضائق تبقى خاصة ولا يسمح لمشتري واحد في البرج كله ان يضع قدمه في هذه المساحة ليه يا فندم لانه باح للدور الأول طيب انت انت بتتحك على مين هذا الشعب طيب هل في قوانين بقى تحمي المشتري من بص يا فندم وضع وضع بعض رجال القانون طبعا احنا نقبت المحامين 600 ألف محامين 600 ألف محامين دي أكبر نقابة في مصر فيها الكويس وفيها الوحش وفيها المتوسط وفيها كل شيء وضع عقودا لقهر المواطن وإزعاني فوضع شروطا تجعلك تدفع المال ولا تتملك الشقة وتحبس طب نشوف شروط أنا معايا بعض العقود مش أقول لشركات إيه حتى لا يكونوا فيها تشهيرة معايا عقود كتيرة جدا لكن أحد العقود مسلا يقول لك التزامات المشتري أن يدفع القسط في معاده الشهرين أول حاجة هو يجذب من البداية ما تيجي تروح تتعاقد ساعتك بيعمل إيه بيحسب لك الشقة دي سبديدة على ست 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 سنين مسلا فعليك مسلا عشرين قسط مثلا أربعة وعشرين قسط يروح مكتبك أربعة وعشرين شيك بالأقصاط بالمواعيد استحقاق الأقصاط يبقوا كده قد حقوا كامل ولا مخدوش قد حقوا قد حقوا لأن الشيك دي ورقة نقضية مستحقة الدفع في تاريخ الأداء وخبالك رغم أنك تحولتها بهذه الطريقة المتلعبة من أداء توفاء إلى أداء تاعتمان طيب خد الشيكات يقول لك إيه إذا تأخر أول حاجة يوم ما تتأخر في القسط هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ هيروح يجب مشيك وحبسك حابسك يجي الشرط اللي بعد يقول لك إيه؟ إذا تأخر شهر طيب أنا محمد من القاهرة أهلا وسهلا بيك أسي محمد أسي محمد أسي محمد أسي محمد أتفاضل أسي محمد أولي الوقت يتفتر مستشار كان بيتكلم في نقطة إن الشواء اللي مليهاش حق انتفاع في الأرض دي ممكن لو العقار ويع إذا أنا مليكش إلى شقة مليكش أرض مليكش أرض مليكش نسبة في الأرض مليش نسبة في الأرض أي يعني أنت لا تشارك لا تشارك المشتريين الآخرين في أعادت البناء دلوقتي كان الاجتماعي كله قائم على ذلك يعني قائم على ده أهلا ما بيكونش ليه حق انتفاع في الأرض خلاص أنت ارتديت الشراء بهذه الطريقة وحدد السعر على هذا الأساس أنا أنا أردما ما بيع لك شقة بخلي بالك المالك برضو المالك لو حقوق إذا المالك الآن بيبيع لك الشقة مع نسبتك في الأرض أو ما يقابل حصة شقتك من العقار يعني مثلا العقار ده 100 شقة كل شقة 100 متر يبقى الشوق دي متساوية في حقها في الأرض في إعادة البناء طيب نشكرك وزي محمد على التصاعد كتفاوض ده كامل إذا قال لك أنك مليكش حق في المشاركة في الأرض بعد ذلك يوم ما يقع العقار خلاص مع السلق العقد شريعة المتعاقدين طيب نرجع للشركات العقارية اللي بتبيع وحدات من لما يتم البناء فيها أصلاً إيه حكم القانون في حاجة زي دي؟ طيب هو ليس للقانون حكم في هذا صادق ليه؟ لأن القانون في المادة 15 من القانون 181 لسنة 2018 لو قانون حماية المستالك قال لا يجوز لا يجوز بيع الوحدات والأراضي إلا بعد الترخيص ترخيص البناء ولم يلزم بعقوبة ما قالش يعاقد بالحبس أو بالسجن كل من كذا 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 سبها كده مفتوحة طالما كانت مفتوحة فالعقد أصبح لا يرتب حقوقاً ليه؟ لأن العقد أصلاً خالف القانون بداية العقد زي ما يقوله زمان بداية القصيدة مش عارف إيه؟ العقد خالف القانون بأنه أبرم قبل الحصول على رخص الآن الآن ونستبشر بقرار رئيس الجمهورية الذي قرره من حوالي 15 يوم فقال على الإعلام أن يعلن أنه لا يجوز لا يجوز بتاعة الرئيس الجمهورية سيعقبها الإلزام بعقوبة جنائية أن من خالف هذا القانون بأنه يستوجب العقاب الجنائي أنه لا يجوز بيع العقاب أو الشوء أو الوحدات أو كلام زي كده إلا بعد تنفيذ 30% من العقاب ياها كويسة جدا لأن الملف العقاري في الإعلام المصري مش بيتفتح بشكل متكرر بشكل كفي أنه يزيد وعي المشاهد أو يزيد وعي الشعب وما يجي يشتري وحدة سكانية أو وحدة عقارية يعيش فيها بصي أنا أنتهز هذه الفرصة أن أنا أشكر أشرف به وأشكر الأستاذة منه على هذه الحلقة لي نحن لابنشكرك وأنا المخرج بيقول لي تاخد اتصالات أنا يمكن أن قلت المخرج كفاية اتصالات عشان نعبد المستفيد إحنا عايزين بدون اتصالات نفيدهم نحن عايزين بدون اتصالات نفيدهم نفيدهم المشاهد الكريم يستفيد الله يبارك لك رب أنا بمقش موضوع مهم جدا الله يبارك لك رب أنا تلقيت اتصال كريم من الأستاذ أشرف والأستاذة مننا في هذا الأمر أنهم لما سمعوا بأننا تكلمت في هذا الموضوع أكثر من مرة وأننا برفع دعوة قضائية في هذا الأمر حتى يصدر تشريعا يعاقب من يخالف القانون في هذه الأمور لأن الناس تلطمت المحاكم امتلعت بالمقهورين أنا لدي أرامل ولذلك كان نداء السعيد الرئيس عدم شراء أي حتى 30% من لا ده أنا أزيدك مش عربية الجهاز جهاز إدارة العاصمة الإدارية المحترم لأنه جهاز تابع للقوات المسلحة وهي جهاز محترمة أصدر إعلانا كبيرا معلقه على كل لأنه مكانهم مكان الإدارة في فندق تيوليب لما تروح هناك تجد في كل مكان معلقه يقولك إعلانها لا يجوز التعاقد على الوحدات إلا بعد استكمال الترخيص وقفت ساعدتك لكن هو يعوزنا ورغم ذلك إن كمان العاصمة الإدارية بتقع تحت رقابة جهاز القوات المسلحة لكنه يعلن لأنه ليست هناك ما زالت عقوبات تعاقب على المقالفة لقانون حماية المسلحة في هذا الأمر فبالتالي نحن الآن نناشد الرئيس ونناشد السادة مجلس نواب ونناشد السادة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المحترمين بإصدار التشريع الخاص بتجريم هذه الجراءة وإنه ما يكونش 30% لأن 30% دي هتبقى مطاطة ليه؟ لأنها يبقى فيها المجاملات والمشعرف إيه والتسطر لا إحنا نقول أنه لا يجوز بيع أو التعاقد على بيع الوحدات السكنية والمحلات والمكاتب الإدارية إلا بعد إتمام البناء إلى نصف التشريب ونصف التشريب معروف فنياً أنه الكحلة أو اللياسة في المصطلحات المختلفة وحلوق الخشب في الحالة دي عندك بناء كامل الأرقان قدامك بيع علي إيه؟ التشطيبات من سباك أو سراميك ودهان والكلام زي كده أو الإزاز والوجات ده كله كلام إيه؟ كلام بسيط ولن يستهلك أكتر من 30% من قيمة العقار لكن هيكون عندك 70% قائم أمام عينك خلاص آه دي نقطة نقطة تانية أن يصدر مع التشريع أنه لا يتم فتح باب الحجز أو بيع الوحدات وإذا سبت ذلك إلا بعد الترخيص إلا بعد صدور رخصة تصريح من الجهة اللي هي مراكبة على البناء سواء جهاز مدينة جديدة أو الإدارة الهندسية أو الإدارة الهندسية في المجالس المدن تصريح بالبيع اعتبارا من تاريخ كذا البيع والبناء أيضا لا البناء دي رخصة بناء في الأول البيع بعد اكتمال 70% اللي قلت عليهم إلى نصف تشتيب أن هذا الجهاز يعطي أنه تم معاية التمبلة وتم إنشاء نصف تشتيب وبالتالي يسمح لمالك العقار ببداية التعاقد وبيع الوحدات مع رقابة الأجهزة على هذا هذا المبنى وهذا المالك أحد الملاك اللي خد فلوس من ناس كتيرة جدا تعاقدوا معاه ناس غلابة أنا لدي موكلين كثر منهم أنهم بد نقص الصريح كده احمدوا ربنا أن أنا لميت الفلوس وما هربتش وكأنه دا حق لي أو الله بهذا اللفظ ومش كده بس ببعضهم حتى يسكت ويخرس الملاك المشترين الذين ضحك عليهم ومارس عليهم النصف العقاري يرفع عليهمهم دعاوة دعاوة سبه وقصفه وتشيير ومش عارفه وبتاعه كلم زي كده وخبال ساعتك وقول لك بيشهروا بي كيف يشهر المواطن بشركة نصبت عليه وأخذت أمواله ولم تعطيه الشقة المتعقد عليها علما بأنه قد صدر مثلا حكم قضائي ضدك ضدك من القضاء حكم عليك بحبس مثلا سنة أو سنتين أو ثلاثة بالمادة 336 المادة 336 معناها أنك نصب وإذا تكلم المواطن بحكم قضائي فلم يرتكب جريمة طيب دعني أسأل حضرتك سؤال هل من حق القضاء إنصاف مشتري العقار شوف يا فارش القضاء القضاء يدهو غير مغلولة إلا إذا غلك باتفاق الطرفين بالعاد بالعاد عشان كده أنا عندي بند كبير في الحلقة دي اسم عقود الإزعان التي حررها أصحاب شركات التطوير العقاري والاستمار العقاري في زمننا هذا لحفظ حقوقهم مش لحفظ حقوقهم لأكل حقوق الناس ليه يا فاندب أنا قلت لك من شوية أنا قلت لك من ضمن التزامات التزامات المشتري اللي بيحطوها عليه بيقولوا إيه بيقولوا ده أنت بياخد عليك شيكات بكامل القيمة وده باطل لأنه بيبع لك قصة كمان فترة السماح بتاعة القصة تأخر اللحظات هي دي قلت لك الالتزامات ايه؟ أنك تسدد القصة في معادل لما أنت يا فاند مواخد شيكات بتقدم الشيك الشيك مسلا استحقاق واحد تمانية بتقدم واحد تمانية لو ما جاشع لو جالك عليه رفض وتروح ترفع عليه على المشتري دعوة وتحبسه ترفع عليه جنح جنح الشيك وتحبسه تاخد لك ستة شهر عليه من يوم لثلاث سنين مظبوط؟ ده طبعا الحق هو طيب ده رقم واحد يقول لك يقول لك إيه؟ إذا تأخر خلي بالك واخد الشيكات هيعمل كده من غير ما يرجع لك ده صحيح طيب ده رقم اتنين يقول لك إيه؟ إذا تأخر المشتري عن سداد قصة لمدة شهر يتم احتساب نسبة مقاوية اتنين اتلاتة خمسة عشرة زي ما بيقول والناس بتندي واخد بالك في المية من قيمة القصة جاء غرامة تأخير طيب ماشي ده استادقين برضو نقول لحضرتك اللي انت قلته إنه لازم عشان اشتري اقار لازم يبقى معايا محاني برفع لي طيب هستعزينك بقى في النقطة دي طيب حطيت عليه غرامة في تأخر شهر وإذا تأخر لشهر آخر شوف بقى الجبر الجبر للكبار المتمكنين من الصغار اللي هم حماية رئيس الجمهورية والدولة بأكمالها الفقير يحميه تحميه الدولة يحميه الرئيس يحميه مجلس الوزراء يحميه مجلس النواد يقول لكي بقى فتحل كل الأقصاد كلها مرة واحدة في هذا التاريخ يعني الراجل بيش هادري يدفع يست تأخر فيه عليه 15 من 70 يدفعوا الستاشر كلهم في الألآن واخد بالك ماشي وإن لم يتم يقول لك وإن استمر المشتري على هذا الإخلال يقوم المالك أو الطرف الأول بفسخ العقد تلقائيا دون الرجوع للقضاء خلي بقى لكه وقال وانت مضيت يبقى هو دا اللي هيمشي فسخ العقد لإيه؟ لاتفاقي تلقائي شفاء الجبر اللي جاي ويسدد ويسدد الباعع اللي هو الطرف الأول للمشتري الذي فسخ عقده ما تم دفعه بنفس الطريقة اللي دفعها يعني دفع على عشر أقصاد يتسدد له على عشر أقصاد استنى بقى أكثر من كده كمان بعد قصر عشرة في المية من قيمة الوحدة كاملة لصالح الطرف الأول كمصريب إدارية يعني أنت لو اشتري يشقق مليون على عشر أقصاد مثلا دفعت مئة ألف وبقى تسع أقصاد كل قصر بمئة ألف مئة ما سددتش قصر يحتسب عليك اتنين في المية الشهر التاني يروح جايب لك كل الأقصاد مرة واحدة ويروح خاصم عليك مئة ألف قيمة غرامة إدارية عليك بخلاف الاتنين أو الخمسة في المية غرامة تأخير الشهر الأولاني وتحل كل الأقصاد يعمل ايه بقى؟ طب دا بقى الشرط دا بقى ممكن يضر المواطن المصر الغالبان في ايه؟ حسنا أن هذا العقاري القوي دا راجل بتاع سوق وراجل اقتصاد شاف أن الوحدة الآن غلت وتمنى بقى اتنين مليون جنيه يوم يعمل ايه؟ يحط لك شط عرقيل انت بقى تعصرت في سداد فورا يودك الايه؟ محكام ياخد حكم عليك يحبسك اتحبست معاليك ولادك يقدر يسدده؟ نا طبعا حلص حلت كل الأقصاد يبقى كده هيبيعك الشقة هياخده هو ويردلك انت بسهن سدبت متين ألف هيخصم منهم عشرة في المية من قيمة الايه؟ المعبزة الشقة كلها مئة ألف وخمسة في المية أو اتنين في المية قيمة غرامة يبقى دي ايه؟ اتناشة في المية اللي هو كام؟ مئة وعشرين ألف جنيه ويردلك التمانين ألف جنيه بنفس الطريقة اللي سدبت بياه على كم قصر؟ على عشر تكسر وياخد الشقة الشقة تمانها الوقت وصل لكم مليون اتنين تلاتة مليون يبقى هو ياخد تمام ويكسب ولذلك سوف يكون له الحق أن يفعل ذلك وله المطامع الربحية والاقتصادية بأنه يفعل ذلك عشان كده كانت مبادرة حضرتك لإصدار تشريعات وقوانين تحمي المشترك أو المواطنة نعم كل ده وممكن ما يكونش حفر حفرة في الأرض أصلا ده ده كل العقود وكل الدفعات المقدمة قبل حفر أي حفرة طراب من الأرض طيب لو تأخرت الشركة في التسليم ولا شيء يعني دي اللي كنت لسه أتكلم عليها تانية يقولك التزامات لإيه بقى التزامات الباعة عن يسلم المبنى الشقة للمشتري في معادها ولو ما تسلمت لكن لكن للطرف الأول حق التأخر عن التسليم ستة شهور بدون أي غرامات مش معنى المشتري ما تأخر شهر خربت بيته أطلق ده المشتري ده الضعيف طب أنا عايزة أسأل سؤالي فانت ليه يقولك أصنا عندي التزامات تانية لازم أقوم بيها زي البناء ودفع بقية أقصاد قيمة الأرض والكلام زي كده أقول له أرد عليها أقول له الله هو أنت جاي بجيبك فاضي بتستثمر عقاري يعني لو ما جالكش القيسط من المشتري مش هتعرف تسدد ولا تبني إذن أنت ببتشتغلش بفلوسك أنت تعمل بفلوس المشتري إذن مش شركة بيع عقاري ده أنت شركة استثمار عقاري يجب أن يكون للمشتري أسهما بقيمة ما دفع وأنا هو في الربح هو أنت تاخد فلوسه تبني بيها وتبيع له وتكسب منه وبعدين تسجينه وما تدلوش الوحدة وتقسم علي 10% و2% و5% هذا تضمن وإكحاء طيب عشان وقتنا أحنا معنا أربع ديائق عايزين حضرتك بقى المطلوب نح وقتنا مر بسرعة الله يباركي طيب لحين صدور تشرعت يعمل إيه المشتري العقاري اللي تنصب عليه أو حصل بينه بين الشركة لتعاقد معها مشاكل عشان يسترد حقه أو يحمي نفسه تمام أول حاجة يتكلم في حماية نفسه ما قبل التعاقد ما قبل التعاقد يا أيها المواطن المصليون لا تتعقدوا على شقة من تلقاء أنفسكم مهما كان الكلام جميلا وحلوا أسلوب المبيعات وإسلوب تشويقي يعني وانتش على السوشيال ميديا بيدي حاجات يعني مثلا تجد بعض الشركات على السوشيال ميديا عن لإيه تقول لك بعائد ربح سنوي تسعة وتسعين في المية ادفع مليون ونحسب لك مش عارف تسعة وتسعين في المية بحزبة كده حزبة غريبة شوية أنا حضرتها وأتكلم فيها عجيبة بيضحك على المواطن يقول له أحسب لك ربح وأرجع لك وأعمل لك وما تيجي تحسبها في النهاية تجد أنك مغلوب على عمرك لا تشتري العقار لا تشتري العقار ولا توقع على كلمة واحدة إلا بوجود محامن أمين معك يقرأ العقل ويفتته ويفنده كلمة كلمة بير احنا بقى عشان وقت عايزين بقى نصص المبادرة نص نص التشعات اللي بطالب بيها اللي انت بتطالب بيها حضرتك احنا بنطالب أن تلغى أن يفرض عقوبة على موضوع نسبة التحمل في المنافع العامة من الدولة على المستثم العقاري أو المطور العقاري بحيث أن انت ما كلفت ما فرضت عليك الدولة أن تجعله منفاع عامة ضيب سعره على سعر المتر في البيع لكن يظل منفاع عامة ويشتري المشتري شقةه إن كانت مئتين متر لو أسع من الحيط للحيط للآن مئتين متر يطور يعني موضوع الحزر إلى موضوع عقوبة جنائية على كل من لا يلتزم القانون بالبيع أو بالبدء في البيع وحجز الوحدات قبل إتمام النصف تشتيب كما نقول يعني عشان نبساتها للمواطن نقول يتم إلغاء كلمة لا يجوز ويدرك عقوبة عشان يكون هناك رادع لهذه الشركات زي إيه فندم أنا عسكرك حدثي رغم أن الوقت دي عندما كان أمور العقاء أمور المواريس بيد الأبناء ظلمت كل نساء مصر أو بلاش نقول كل خليها غالبية ومعظم لأنكي ناس بتوع ربنا بيدوا الحق لكن ناس كتيرة كانوا لا يعطون الحق عندما جاء الرئيس السيسي وهذه حسنة من حسناته ستكتب له والله العظيم هذه حقيقة فشرع القانون ١١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالمواريس وأنه كل من يمنع المراس عن وارث يعاقب بالحبس إلى ٣ سنين وغرام ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ الآن من أول جلسة بناخد حكم على هذا مانع العقار الأقل أكبر أو غيره بيلتزم نشكر سيادة الرئيس الأب لكل المصريين بنشكره وتفضل كم فلابد من تشريع جنائي يجرم موضوع التعاقد على العقار قبل إنهاء نصف التشريب اللي هو بيحماسل حوالي ٧٠٪ من العقار لأن الشركة العقارية يجب أن تستثمر من جيبها وليس من جيب المشتري أنت عليك أن تكون شريك وإذا تم الاستثمار من جيبك يكون أنت شريك بالأسهم وياخد في الربح إنما تستثمر بأمواله وتكسب أنت وتسجنه هذا والله ظلم الظلم ويديم الله الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويزيل الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة فنحن دولة مؤمنة أصلاً عادلة ولدينا من التشريعات كثيرة وأنت قلت أن سيادة الرئيس أصدر حتى يعود الحق إلى أصحابي وهذا لو الشاشة ممكن تجيب هذا إعلان أصلاً من جهاز العصب أحنا بنشكر حضرتك مع المستشار وقتنا انتهى طبعاً بحلقة إن شاء الله نتمنى يكون في حلقات تاني ونشرح باستفادة الأستاذ المواطنين بشكرك منا بشكرك مع المستشار زي ما عودناكم دايماً في نهاية حلقتنا برنامج جامسة مواطن صوت ملا صوت له دايماً بقولكم في نهاية حلقتنا بطرقكم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته